السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني واخواتي متابعين متابعات الأوفياء قناة عالم صابنز مرحبا بكم مرة اخرى في فيديو جديد او في درس جديد ومرحبا بكم في القناة وتبارك الله عليكم كاملين وشكرا لكم وتحييل لكم كبيرة اليوم سوف ندير معكم وحد درس ديال الطابلية او المزراء انا ديجا قدرت وحد الفيديو لكني قصير في القناة وبالكلمة لا انا ندير فيديو اخر وندير فلاشين باش يستفد منه الكل انا واحد طريقة انا باش نخدم بها سهلة ويطريقتي خاصة بي انا انا اللي قدرت هذه الطريقة ما نقلتها محتى شي حد او مور هالية شي حد ومجبتها محتى شي فيديو او نقلتها او يقول شي حد ديالتو حد طريقة هذي انا نسيحكم ضروري ما اتخذوا او الاساس او الاساس او الاساس او الاساس اي موديل اللي تشاهدو تكون الموديل ساهل غير مهم حينت ما اتخذ الاساس لان انا شرط البنات اللي يسابنونا على الموديل موديلات ساهلين بزاف وعلى بركة الله سوف ندر معكم الوزراء أو الطابلية لبنيتة الوزراء عندنا التوب كما ترى كانت تعبروا دائما الميتراج كما يتطيروا الطول سوف تتعبروا الوليات أو البنيتة الطول ثم اضعوا طول 10 سنطين المترجم هذا الخارج يجب أن تتعبر المزراء لأخصص أي حاجة كما يحصل فتحدث نضرب نتمنى انكم تشاهدوا الفيديو من اول تنبخار نتمنى انكم تدعموني باللايك و تشاهدوني و نتمنى ان نتمنى ان اقوموا بتطبيق المشكل نتمنى ان اقوموا بتطبيق المشكل نقطع المشكل و نتمنى ان ننفع المشكل سوف نقوم بقصة هذا الشيء الشاطلية سوف نقوم بقصة كم سوف نقوم بقصة من الجهة مثلا سوف نقوم بقصة 8 سنين كم سوف نقوم بقصة 8 سنين في الكتاف نقوم بقصة 30 30 على جوج 16 زائد 1 سوف نقوم بقصة 3 سوف نقوم بقصة 7 سوف نقوم بقصة 3 سوف نقوم بقصة التجارة سوف نطиться كم السريع يجب علينا استعمال كم السريع العفوة ثم نضيف سنتيمة أو نضيف سنتيمة أو نضيف 20 سنتيمة لأنه يجب أن تكون وفية لأنه يجب أن تلبس فوق الحوايج ثم نضيف 18 سنتيمة ثم نضيف 20 سنتيمة ثم نضيف 20 سنتيمة ثم نضيف 20 سنتيمة ثم نضيف 20 سنتيمة ثم نقوم بخاطئ ثم نضيف 20 سنتيمة ثم نضيف 20 سنتيمة ثم نضيف حتى نقوم بمعزن باكس فوق الحلاة بأفضل الأفضل سوف تجربون البطرون انا قدرت بطريقة اعجبتني وصدقتني مليون في المئة ويجبتني اختيارها لأي وحدة تطلبت مني في صالة او البطرون اعطيها مني كي يجربوها كي تجربوهم اذا لدينا جوش للحواج إذا انتم بغيتوا تديروا قطعة من هنا سوف تنزلوا بجوز سنتيم هذه القطعة من هنا سوف نقوم باستخدام قطعة من هنا سوف ننزل سوف ننزل وقتات سوف نضيف أمام نضيف أمام ونضيف أمام أصدقاء 1-4 سنتيمة ونضيف أمام أسفل ستفقد يكون الأخير في المغارب إلى بخلص عذاب يزود 20 سنتيم بقصة 30 سنتيمة من هنا سوى 4 سنتيمة سوف تفقد الأخير من المغارب إلى المغارب للبث أخرى 4 سنتيمة سوف تفقد الأخير بقصة من الخرج من 4 سنتيمة سوف نقوم بربعة سنتين سوف نقوم بربعة سنتين سوف نقوم بربعة سنتين سوف نقطع سوف نقطع أريد أن تكون هذه القطعة من هنا أرى أن تكون تزيد من 1 سنتيم حيث تطلع لنا من خيط سنتيم من فوق و 1 سنتيم من فوق إذا أريد أن تزيد من 2 سنتيم أريد أن تكون قطعة لها في الوسط تزيد من 4 سنتيم لأن 2 سنتيم ستتنى لداخل قبل الصدفات و 2 سنتيم خرار ستتكاين في الخيطاء سوف نقطع لكم قمت بها نقطع كل شيء حال حال نقوم بتحديق طريقة من فصلة السر والعاجي سوف نقوم بإمكانك سوف نقوم بإمكانك سوف نقوم بإمكانك سوف نقوم بإمكانك هذا هو واحد سوف نضع هذا واحد سوف نضع هذا واحد جوج ثلاثة هذا هو كله و النصف جل الامام نتفهمنا نتمنى أنكم فهمتوني قطعت كل شيء يحتاج إلى 4 سنتيم و إذا قطعت كل شيء يحتاج إلى 4 سنتيم سوف نضع ثلاثة 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 ربع الامام و الضهر كامل و الربع الامام سوف نضع هذا بالنسبة لما كانت بنية سوف نضع ثلاثة ثلاثة و الأن فهذا و الربع جل الامام فأنتم نقطع حلقة ثلاثة 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 نقوم باستخدام 4 سنتين اضافة ثلاثة ثلاثة اضافة ثلاثة ثلاثة ثلاثةней سوف تنزل باحت سعود يجب عليها تقوم بصدفة يعني نقوم بصدفة يجب عليها تقوم بصدفة يجب عليها تقوم بصدفة المنزل اضع المنزل المنزل ونزل المنزل 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 لنظل المنزل المنزل الأمس المنزل المنزل ان المنزل على الداشتراك ندرى الجوج تباً اضع المشكلة من خلال الموجودة مستطيع النية ينقل اضعوا ندرد المشكلة بحضة سبعة سبعة يجب أن تقوم بإضافة لباندة 1-4 سنتين يجب أن تقوم بإختيار سوف أقوم بتحضير كميمة سوف أقوم بتحضير كميمة هذه هي مقصبة مبسطة تبقى بطريقة جيد مبسطة نتمنى ان الفيديو اعجبكم هذا الدرس اعجبكم لا تنساوش انكم بتعموني باللايك وبالبطاقتاج وتخليوا الاشياء على قزوين واي موديل بغيتو هران يرى الاشارة يعني نوريه لكم بطريقة جد مبسطة سمارك الله عليكم كاملين وشكر لكم وكنتمنى انكم زيدوا تدعموني باش نزيد نعطيه ان شاء الله يلا مع السلامة والى فيديو اخر ان شاء الله